السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصبح وليه العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حاكماً لبلاد في انتظار مبايعته أميراً من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة لأن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه إذا خل منصب الأمير نودي بوليه العهد أميرا وتنص المادة الستين من الدستور على أن الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال وطن وسلامة أراضيه وكان شيخ نواف البالغ من العمر الثلاثة وتمانين عاما يتولى منصب ولي عهد الكويت منذ أربعة عشر عام إذ أصدر الشيخ الصباح بعد حوالي أسبوع من تولي الحك أمرا بتذكية أخيه الشيخ نواف في ولاية العهد في سبعة فبراير شباط عام 2006 وبايعوا مجلس الأمة بالإجماع خلال جلسة خاصة في عشرين فبراير وأدى اليمين الدستورية أمام الأمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه ولد شيخ نواف في خمسة وعشرين عينيو عام 1937 في فريج شيوخ موقع مجمع المثنى حاليا بمدينة الكويت بحسب ما جاء على موقع ديوان ولي العهد وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجبر مبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ عام 1921 حتى عام 1950 وأفاد موقع ديوان ولي العهد بأن شيخ نواف متزوج ولديه أربعة أولاد وبنت ومشيوخ أحمد وفيصل وعبد الله وسالم وشيخة وأضاف الموقع أن شيخ نواف درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في مدرسة الشرقية والمباركية ووصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت حيث تميز بالحرص على موصلة التصليل العلمي دون أن يذكر الموقع ديوان الدرجة العلمية وعلى مدى ما يقرب من 60 عاما تولى الشيخ نواف عدة مناصب رسمية ووزارية بينها الداخلية والدفاع وبدأ عمله السياسي محافظا لحوله في عام 1962 وتولى مسؤولية المحافظة لمدة 16 عاما ثم أصبح وزيرا للداخلية في عام 1978 ووزيرا للدفاع في عام 1988 ومع تشكيل أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل نيسان عام 1991 ثم أصبح نائبا للرئيس الحرص الوطني في 1994 وعد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003 ثم أصبح حواليا للعهد في 2006 إلى أن جاء أميرا للكويت في 2020 سلام عليكم شكرا شكرا شكرا